أهلا بحضراتكم مرة تاني عايزين بس نعزي أمير توفيق مدير إدارة التعقدات بالنادي الأهلي في وفاة والده بالأمس يمكن هو كان أثناء الاجتماع اللي كان موجود في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور الكابتن محمود خطيب رئيس النادي وأيضا كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وكان موجود أعضاء لجنة تخطيط للكرة كابتن محسن صالح كابتن زكريا نصف وكان بيحضر كمان في الاجتماع ده الكابتن سايد عبدالحفيز وكابتن سامي أمصان وأمير توفيق وفي الاجتماع كان جاله رسالة بوفاة والده فطبعا مشي في نفس التوقيت بشكل سريع وكان منهار بشكل كبير جدا وربنا يا رب يرحم والده ويخفله وسكنه فسيحة جناته ويصبر أمير توفيق ويصبر أهله يا رب كلهم ويمكن الصورة دي من الجنازة النهاردة بتاعت والد أمير توفيق موجود طبعا كابتن محمود خطيب رئيس النادي موجود كمان الأستاذ طريق أنديل عضو مجلس إدارة في الخلفية الصورة والكل كان موجود طبعا لموساة أمير توفيق وللوقوف بجواره في هذه المحنة فإن شاء الله بإذن الله ربنا صبره ويرحمه وخالص التعازي لأمير توفيق